شابون جزائري انطلق من فيسبوك بمشروع بودكاست أريبيا لإثراء المحتوى العربي على الإنترنت وتركيز على محتوى الفيديو من صانعي المحتوى العرب والشباب في المنطقة من فيسبوك انتقل إلى يوتيوب وتطور المشروع ليتضمن أسبوع يوتيوب المرأة العربية في عامه الثاني لما يصفه يوسف بعلوج بنقص المحتوى الهادف الموجه للشابات العربيات أسبوع يوتيوب المرأة العربية طلب من الشابات من المنطقة تقديم أعمالهن على شكل فيديوهات قصيرة سريعة تتمحور حول مواضيع هادفة من مكافحة الأمية إلى زيادة الثقة بالنفس والتوعية من سرطان الثدي من مصابقات إلى ورش عمل واستعراض لمواهب شابة من الجزائر والوطن العربي ليوتيوبرز كلها كانت بمبادرة فردية تحدثنا مع يوسف بعلوج صاحب هذه المبادرة بشأن الدافع وراء إطلاقها ونوع المشاركات التي يأمل في تنميتها بالنسبة لمشروع بودكاست إيريبيا هو مشروع موجه لدعم صناعة المحتوى الموجه للعرض على الشبكة في العالم العربي وبشكل خاص محتوى الفيديو أعمالنا وأشغالنا تتركز على دعم وإنتاج المحتوى الموجه للعرض على موقع يوتيوب بالأساس أشغالنا تتركز على الإنتاج والتسويق وأيضا تنظيم فعاليات متخصصة في مجال يوتيوب مسابقات وأنشطة وحفلات وما إلى ذلك الدافع إلى إطلاق مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية هو نقص المحتوى الموجه للسيدات بالمقارنة مع المحتوى الموجه للرجال يعني حنا لاحظنا هذا الأمر في العام الأول ولاحظنا أنه حتى إقبال السيدات على موقعنا الإلكتروني وعلى قناتنا على يوتيوب وعلى صفحاتنا على الشبكات الاجتماعية كان أقل من 20% وحينما حاولنا دراسة الموضوع اكتشفنا أن المحتوى المصنوع والمعروض على شبكاتنا ربما لا يتناسب مع المرأة هو ذكور هنا وعنما فقلنا لو نخلق محتوى يكون موجه من المرأة إلى المرأة راح يكون في إقبال أكثر للسيدات على هذا الأمر وفعلا نجحنا من خلال تنظيم الدور الأولى لأسبوع يوتيوب الماء عربية في رفع النسبة نسبة الإقبال على الموقع من 15% تقريبا إلى 25% للسيدات ونأمل من خلال هذه المسابقة في دواتها في عام 2016 أن نرفع الإقبال إلى ما لا يقل عن 35% فيما يخص المشاهدات ومتابعيننا على صفحات الشبكات التواصل الاجتماعي يوسف بعلوت حدثنا أيضا عن أنواع المحتوى باللغة العربية التي يرى فيها نقصا حادا على يوتيوب وشرح لنا أيضا سبل الحد من هذا النقص المحتوى الذي وصلنا عبر المسابقة في دواتها العام 2016 وصلنا محتوى من خمس دول عربية هي الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا ومصر نحن ما نحددنا مواضيع في بودكاست إيريبيا حددنا موضوع عن المطالعة موضوع عن التوعية بسرطان الثدي موضوع عن الجمال الداخلي والثقة بالنفس وموضوع عن دول مرأة في محاربة الأمية في العالم العربي وصلتنا مشاركة كما قلنا من خمس دول عربية المحتوى الذي وصلنا فيه الجيد وفيه اللي تنقصه بعض الجودة اخترنا أحسن الفيديوهات يعني عندنا 12 متأهلة للنهائي من هذه الخمس دول عربية يعني كان هناك حتى يوتيوبرز الآن معتبرين محترفات إلى حد كبير شاركوا معنا في المسابقة ونتمنى أن الجمهور يساهم ولجنة تحكيم في اختيار الأفضل عن طريق التصويتين برأيي الخاص أن المحتوى الذي تحتاجه المرأة العربية أكثر على الشبكة هو محتوى ذو طابع يعني يكون إيجابي وتفقيفي أكثر لأنه قنوات الموضع وقنوات الطبخ وحتى قنوات الكوميديا منتشرة إلى حد لبأس به على يوتيوب لكن تنقص مثلا القنوات التي تعطي محتوى إيجابي ومحتوى تعليمي يعني دائما في إطار ترفيه لكن على الأقل يكون محتوى ليأثر على نفسية المرأة بشكل إيجابي يعني يعطيها طاقة إيجابية يعطيها ثقة بنفسها أكثر هذا المحتوى يعني نحن نحاول أنه نركز على دعمه من خلال المسابقة حتى العام الماضي يعني كان في مشاركات من قنوات أكثر يعني متخصصة في الموضع لكن إحنا دفعناهم إلى يعني المشاركة بمراضيع متعلقة عن الثقة بالنفس عن الجمال الداخلي وما إلا ذلك ترجمة نانسي قنقر